السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كمبيوتر شوفي كل مكان اهلا وسهلا بكم في حالة جديدة من حلقات القناة في حالة النهاردة هنتعرف على طريقة سهلة جدا لتصميم واستخراج مجموعة من الشهادات سواء كانت شهادات مشاركة او شهادات حضور او ايضا كانت شهادات شكر وتقدير للطلاب باستخدام تبويب المراسلات الموجود داخل برنامج مايكروسوفت وورد معكم واق الربيع فتابعوني اهلا وسهلا بكم ورجعت لكم من جديد وزا ما قلنا في بداية الحلقة هنتعرف على طريقة تصميم واستخراج مجموعة من الشهادات باستخدام تبويب المراسلات الموجود داخل برنامج مايكروسوفت وورد في البداية باعرض امامك نموذج لمجموعة من الشهادات تم تصميمها بهذه الطريقة وبعدين هنبدأ في تنفيذ الخطوات في البداية قبل ما حضرتك تبدأ في استخراج الشهادات لازم يكون عندك نوعين من الملفات اللي هتستخدمهم في الاستخراج اول نوع وهو تصميم الشهادة نفسه وده بتستخدم في احد برامج التصميم سواء كان الفوتوشوب او القوالب الجهزة في برنامج الورد او برنامج الكنفا او احد برامج تصميم الشهادات ده اول ملف الملف التاني ومهم جدا وهو مصنف الاكسل او ملف الاكسل الموجود فيه لأسماء اللي هيتم استخراج شهادات لها طبعا ملف الاكسل اللي بنفتحه بيكون بالشكل ده وحضرتك ممكن تستخرج عدد لا نهائي بهذه الطريقة من الشهادات طيب اول شي انا بنفذه في ملف الاكسل اول حاجة برتب الاسماء ترتيب هجائي يعني ان الاسماء او الشهادات تظهر بالترتيب الهجائي او التسلسل الهجائي حسب الحروف اول حاجة بقف على الاسم او القالب الخاص بالاسم واضغط على السهم ده واقول له الفرز من الف الى يعق دي اول خطوة الخطوة اللي بعد كده لو حضرتك مش عايز اسم يتكرر له له شهادات يعني مثلا واق الربيع يكون له شهادة واحدة مش اكتر من شهادة بتعمل ايه بتعمل عملية تنسيق شرطي ليه العمود ده يعني ايه تنسيق شرطي يعني انا اقول له القيم المقررة خليها مثلا لونها احمر القيم المقررة خليها لونها احمر بتعملها ازاي بنقف على عمود الاسم وبعدين نضغط على تبويب الشريط الرئيسي اللي انا وقف عليه ده ونضغط على تنسيق شرطي وبعدين قواعد تمييز الخلايا وانزل الاسفل كده الى القيم المتكررة طيب هنا بيقول لتكرار يعني لو في قيم متكررة اعمل فيها ايه انا هختار تعبئة بالاحمر الفاتح يعني اي قيم مقررة اي اسم مقرر هيتم تعبئته باللون الاحمر الفاتح واقول له موافق واشوف كده الملف بتاعي في قيم مقررة ولا لا لازم اشوف الاسماء بالكامل اه ظهر لي هنا اهو واق الربيع واق الربيع قيمة مقررة باجي على واحدة منهم طبعا باجي على رقم الصف زي ما انا واقف كده واضغط كليك يمين او نقر يمين بالماوس واختار حسف يبانا حسف حسفت واحد منهم كده اصبح عندي والربيع واحدة بس طيب فيه الوان تاني احمر لا ما فيش يبانا كده خلصت الملف بتاعي شلت القيم المقررة وايضا رتبت الملف بتاعي او عملت له عملية فرز هجائي حسب الترتيب الحروف وبحفظ الملف اقول له حفز من فايل او ملف اقول له حفز خلاص حفظت الملف بتاعي واقفله كده اصبح عندي ادت تصميم وادي الملف هبتدي بقى في تجهيز الشهادة باستخدام تبويب المراسلات الموجود في برنامج الورد اول حاجة بنفتح مستند وورد جديد بضغط كليك يمين وقول له جديد واختار مستند وورد جديد هسميه مثلا شهادة الحدود او شهادة الشكر حسب محضرتك بتنفذ الشهادة وافتح الملف او المستند طبعا احنا عايزين الشهادة تكون بالعرض يعني افقي بضغط على تخطيط واختار الاتجاه وقول له افقي ده اول خطوة بعد كده هدرج تصميم الشهادة اللي انا نفسته من قبل هقول له ادراج وقول له صور هذا الجهاز واروح اجيب التصميم اللي انا نفسته قال التصميم وقول له ادراج تمام بعد كده بضغط على التفاف النص وقول له امام النص علشان ازبط الصورة بتاعتي على الملف بتاعي طبعا بسحب كده من الاربع جهات بالراحة كده وعشان اتأكد ان المكاني صح هيظهر عندي خط باللون الاخدر زي ما حضرك شايف كده انا خلاص اول جهة الجهة الاخرى اول ما يظهر الخط باللون الاخدر كده مكانها صحيح يعني على قد المستند بالكامل دي اول خطوة بعد كده هدرج الاسماء طب هدرج الاسماء ازاي هقول له ادراج من تبويب ادراج اختار مربع نص علشان يكون فيه الاسماء واتحكم فيه براحتي بحدد طبعا اول نوع اللي هو مربع النص بسيط تم ادرابه واسحبه كده بالراحة في المكان اللي هكون فيه الاسم ووصع لنفسي علشان حجم النص نفسه طبعا الكتابة دي انا مش هستخدمها احذفها هنا بقى هبدأ استخدام تبويب المراسلات بضغط على تبويب مراسلات واضغط على بدء دمج المراسلات واختار معالج دمج المراسلات خطوة بخطوة هنا بيديني ست خطوات لاستخراج الشهادة او لتصميم الشهادة طبعا بمشي معهم خطوة بخطوة اول حاجة بقول له مستند البداية التالي مستند البداية هنا بيقول لي كيف تريد اعداد رسائلك استخدم المستند الحالي المستند اللي انا واقف فيه ولا هبدأ من قالب معين ولا هبدأ من مستند موجود عندي لا طبعا بخليها زي ما هي استخدام المستند الحالي بعدين اقول له تحديد المستلمين علشان ادرج الاسماء طيب هنا بقى بسيبها زي ما هي استخدام قائمة موجودة اللي هو ملف الاسل اللي عندي بضغط على استعراض وروح اجيب ملف الاسل اللي انا رتبته من قبل هادي الشهادات وهادي ملف الاسل بحدده واقول له فتح طبعا هنا بيتم تحديد الجدول بتاعي هقول له موافق هنا بيظهر لي الاسماء طبعا كلها وكل اسم جنبه علامة صح معناه ان اي اسم جنبه علامة صح هيتم ادراجه في ملف الشهادات طيب انا لو في اسمه معين مش عايز ادري اعمل له عملية اصدار شهادة مثلا زكية بشيل علامة الصحي دي يبقى كده هيتم ادراج شهادات لكل الاسماء معادة زكية مثلا عايز زهر اشيلها خلاص كده هيتم لكل معادة دول طبعا احنا عايزين الكل فانا بحدد عند الاي دي هنا بفعل دي يبقى كده كل الاسماء هيتم ادراج شهادات لها كلهم اوه جنبهم علامة الصح وبعدين اقول له موافق ده كده انا حددت الملف اللي انا هجيب منه الاسماء طيب انهي حقل بقى هاخد منه الاسماء بضغط على ادراج حقل دمج ادراج حقل دمج بيظهر لي جميع الحقول الموجودة في ملف الاكسل بتاعي او مصنف الاكسل بتاعي فين الحقل اللي انا هاخد منه الاسماء اهو الاسم سلاسي باللغة العربية طب فردا انا مثلا عامل للطلبة بتوعي الاسم الصف يبقى عندي اتنين مربع نص وفي كل مربع بختار الحقل اللي انا هستخدمه انا هنا طبعا هستخدم الاسم سلاسي بحدده خلاص تم وضع الاسم السلاسي اللي هو الحقل بتاعي عايز انسقه بقى بالشكل اللي انا عايزه بحدده كده واروح على الشريط الرئيسي بنسق زي ما انا عايز بقى التنسيق طبعا المناسب لحضرتك هقول له مثلا هنا اربعين حسب ما انا عايز وعايز لونه مثلا باللون الاخضر طب ليه ما دانيش هنا اللون الاخضر لازم احدد واختار اللون الاخضر وعايزه مثلا في المنتصف خلاص طيب نقطة تانية قبل ما ابتدي بقى استخراج الشهادة عايز اعمل عمليات معينة للشهادات دي اشوف شكلها عامل ازاي بضغط على مراسلات واضغط على معاينة النتائج بيظهر لي هنا معاينة النتائج ومن هنا الاسهم دي ابتدي احرك زي ما انا عايز اشوف مثلا هل مصبوطة معايا وده لأ اهو بحرك عادي هنا هروح لاخر شهادة اللي هي ميتين وتمانية او التأكيد على كلامي احنا قلنا هنستخرج ميتين وتمانية شهادة وابتدي اتحرك فيهم مثلا هنا بقلل قلل الأسماء عايز اروح لأول اسم بضغط هنا بيوديني الأول اسم وابتدي اتحرك طيب انا لقيت هنا ان الاسم يبقى كبير قوي بعمل ايه بحدده تاني واروح على الشريط الرئيسي وقلل مثلا الاربعين دي اللي هو حجم النص اقلله مثلا هخليه تمانية وتلاتين اه كده زبط معايا خلاص للتأكيد اروح مرسلات وتحرك بالراحة كده اشوف مظبوطة اللقاء خلاص كده زبط معايا طيب فيه اخر جزئية وهي مربع النص نفسه مربع النص نفسه الخلفية بتاعته اسف التعبئة بتاعته لونها ابيض والاطار بتاعه لونه اسود انا مش عايز ولا تعبئة ولا اطار بعمل ايه بحدد مربع النص عشان طبعا يظهر لي الاسم بس بحدد مربع النص واضغط على تنسيق الشكل تمام واجه هنا تعبئة الشكل وقل له بلا تعبئة عشان ما يظهر ليش اللون الابيض اللي في مربع النص وايضا على اطار الشكل اضغط وقل له بدون اطار وابتدي اتحكم في مكان احدد مربع النص كده. وابتدي من خلال الاسهم اللي في لوحة المفاتيح. اتحكم في المكان اللي انا عايزه بالنسبة للاسم. خلاص انا كده رتبت الامور بتاعتي كاملة. هبتدي بقى في استخراج منف الشهادات. كل ما عليك انك بتضغط على مراسلات. تمام? وبعدين بتضغط هنا انهاء ودمج. على السهم الصغير ده. وبنختار طباعة المستندات. طباعة المستندات. هنا طبعا بيقول لي طباعة السجلات. بقوله الكل. عشان انا عايز اطبع كل السجلات الموجودة في ملف الاسل بتاعي. واقول له موافق. وبعدين هنا بقول له موافق. هنا بيقول لي اسم الملف ايه? ومكانه. انا هسميه مثلا شهادات. حضور. محاضرة تحويل بي دي اف. عربي الى وارد. بدون اخطار. ده اسم الملف بتاعي. ومكانه? بروح المكان اللي انا عايز احفظ فيه. فين المكان اللي انا عايز احفظ فيه? هنا مكانه. في رقم اه اتناشر ايه. واروح على الشهادات. واقول له هفز. كده هيبتدي يجهز ملف البي دي اف الخاص بالشهادات. بنتظر حتى يتم الانتهاء خالص. والمربع اللي ظهر امام حضرتك ده بيختفي. كده تم الانتهاء. هننتظر حتى يتم الانتهاء. وبعدين ارجع لحضرتك. بعد ما تم الانتهاء من عملية طباعة ملف البي دي اف. طبعا بيختفي المربع الخاص بالطباعة. كل ما حضرتك بتعمله بتضغط على ملف وتختار حفز. يعني تحفظ الملف بتاعه. وتقفله. عايز اتأكد بقى من ملف البي دي اف اللي تم استخراجه. واللي هو ملف الشهادات. بفتح المكان اللي انا حفظت فيه. الملف. قدي الملف عندي. شهادات حضور محاضرة تحويل بي دي اف عربي. بفتحه. المفروض ان يكون موجود فيه متين وتمانية شهادة. اهو مكتوب هنا عندي فوق اهو. واحد من متين وتمانية. لو نزلت كده ده اول شهادة. التانية. التالتة. وكزا. ادي الشهادات تم استخراجها. متين وتمانية شهادة. عبارة عن ملف بي دي اف. بكده حضرتك عرفت طريقة سهلة جدا لاستخراج شهادات باستخدام تبويب المراسلات الموجود في برنامج مايكروسوفت وورد. لو عجبتك الطريقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لاستفاد الجميع. ولو حضرتك لسه اول مرة تزورنا في قناتنا. يشرفنا. اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. ليصل كل ما هو جديد من قناة كمبيوتر شو. كان معكم واق الربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.